هذا وتخود الفصال الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الإسرائيلية المتواغلة في محاور قطاع غزة حيث أكدت حركة حماس أنها تخوض اشتباكات في عدد من المحاور أبرزها منطقة خان يونس بالجنوب وشرق جباليا بشمل القطاع مشيرة إلى أنها تمكنت من استهداف دبابتين وقرافة بقذائف اليسين 105 فضلا عن استهداف قوات راجلة وقوة متحصنة في أحد المنازل شرق مدينة خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات مؤكدة وقوع قتلى وجرح في القوة يتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 28 أخرين في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اشتركوا في القناة